بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابناء الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الأول تاهي لفكري اليوم بإذن الله تعالى سنتابع دروسنا التي بدأناها في الماضي عن زمن المستقبل لكن أريد منكم قبل أن نبدأ في درس اليوم أن نلتزم ببعض التعليمات الهامة حتى نتمكن من تعلم المهارات بشكل جيد أريد أن نبقى هاديين أثناء المتابعة مع المعلم أيضا أن نكون في مكان هادئ بهضاء وتهوية مناسبة من الضروري وجود أحد أفراد الأسرى البالغين لمساعدتنا في عملية التعلم أحضروا كتاب مادة لغتي للصف الأول تاهيلي من أجل تعلم مهارات درس اليوم زمن المستقبل تذكرون في الدروس الماضية أخذنا تعريفا لزمن المستقبل وذكرنا أن زمن المستقبل نقصد به الوقت الذي لم يأتي بعد ما معنى هذا الكلام؟ لو قلتم لكم مثلا سأذهب إلى مكة الأسبوع القادم الأسبوع القادم يعتبر زمن مستقبل لماذا؟ لأنه سيأتي ليس الآن وليس في الماضي ولكنه سيأتي سيأتي غدا بعد أسبوع بعد شهر السنة القادمة هذا ما نقصد به في زمن المستقبل طيب نريد أن نتعرف في درس اليوم على الأفعال الأشياء التي نريد أن نفعلها في هذا الزمن أين نريد أن نذهب مثلا في عطلة نهاية الأسبوع؟ ما هي الأشياء التي نريد أن نفعلها في الإجازة الصيفية؟ كل هذه زمنة مستقبل هذه الأفعال نسميها أفعالا في زمن المستقبل طيب كيف أصيغ فعلا في زمن المستقبل؟ هذا ما سنتعلمه في درس اليوم أولا الفعل في زمن المستقبل إما أن يكون فعلا مضارعا أو فعل أمر هذان الفعلان هما فعلان في زمن المستقبل فعل المضارع يكون له زمنان كما أخذنا في الدرس السابق إما أن نقول فعلا مضارعا في الزمن الحاضر أن يحدث الآن ومستمر في الحدوث أو أن يكون في زمن المستقبل إذن لا يصلح أن نقول فعلا مضارعا في زمن الماضي هذا خطأ فعل الماضي هو الفعل الذي يناسب الزمن الماضي الأفعال التي فعلناها وانتهينا من فعلها نسميها أفعالا ماضية لكن الأفعال التي نفعلها الآن نسميها فعلا مضارعا الآن أنتم تتابعون المعلم في الدرس نتابع المعلم نتابع فعل مضارع لماذا نقول أنه فعل مضارع؟ لأنه يحدث الآن الآن أنتم تشاهدون الدرس إذن هذا الفعل الذي يحدث الآن ومستمر في الحدوث نقول أنه فعل مضارع طيب إذا أردنا أن نفعل شيئا لكن ليس اليوم ولكن نفعله غدا أو الأسبوع القادم نسمي هذا الفعل فعلا في زمن المستقبل طيب كيف نصيغه؟ ما هي الطريقة الصحيحة التي نقول فيها جملة في زمن المستقبل؟ نستخدم حرف السين أو كلمة سوف مع ماذا؟ مع الفعل المضارع إذن ندخل حرف السين أو كلمة سوف على الفعل المضارع للدلالة على أي زمن؟ للدلالة على زمن المستقبل بهذه الطريقة نستطيع أن نصيغه فعلا في زمن المستقبل طيب مثال سأحل واجب لغتي هذه جملة فعلية جملة فعلية لماذا؟ لأنها بدأت بفعل الفعل هنا أحل طيب طيب هذه الجملة في أي زمن؟ هي في زمن المستقبل لماذا؟ لاحظوا أن الجملة بدأت بحرف السين باللون الأحمر أضفناها إلى الفعل المضارع أحل أصبح لدينا فعلا في زمن المستقبل سأحل هذا الفعل في زمن المستقبل فعل مضارع في زمن المستقبل إذن أصبحت الجملة هذه كلها في أي زمن؟ في زمن المستقبل أي أنها ستحدث لكن ليس الآن ربما غدا أو بعد ساعة أو بعد انتهاء المباراة أو بعد تناول وجبة الغداء أو بعد لعيب كرة القدم إذن هي ستحدث لكن ليست الآن إنما في زمن المستقبل لذلك سأقول أن هذه جملة في زمن المستقبل تكونت من ماذا الجملة؟ من حرف السين أضفناه إلى الفعل المضارع أصبح لدينا فعلا مضارعا في زمن المستقبل حول الجملة كاملة إلى زمن المستقبل طيب خلونا نأخذ مثال ثاني دعونا نأخذ مثالا آخرا هذه الجملة سوف سوف لاحظوا الكلمة باللون الأحمر سوف أصلي العشاء العشاء زمن مستقبل العشاء في المسجد طيب الآن لدينا الجملة هذه في زمن المستقبل كيف صغناها في زمن المستقبل؟ أضفنا كلمة سوف على الفعل المضارع أصلي أصبح لدينا سوف أصلي جملة في زمن المستقبل استطعنا أن نصيغ الفعل المضارع في زمن المستقبل هكذا استطعنا أن ننقل الجملة من الزمن الحاضر إلى الزمن المستقبل زمن المستقبل هنا وقت العشاء هذا هو زمن المستقبل طيب العشاء الآن نحن في الصباح مثلا الآن العشاء زمن المستقبل بالنسبة للصباح ولم يأتي سيأتي في المساء في الليل إذن هذه الجملة كاملة في ماذا؟ هذه الجملة كاملة في زمن المستقبل طيب لو حذفنا كلمة سوف أصبحت الجملة أصلي العشاء في المسجد أصبحت جملة فعلية في الزمن الحاضر أي أنني الآن في المسجد وأصلي صلاة العشاء وأن هذا الوقت هو وقت العشاء أردنا أن ننقلها إلى زمن المستقبل ماذا فعلنا؟ أضفنا كلمة سوف على الفعل أصبحت الجملة ماذا؟ سوف أصلي العشاء في المسجد عندما أستمع إلى هذه الجملة أعرف أن هذه الجملة ليست الآن أو هذا الفعل فعل الصلاة صلاة العشاء ليس الآن لكنه سيأتي بعد قليل إذن صارت الجملة في زمن المستقبل طيب الآن ذكرنا أن الزمن المستقبل يدخل على الفعل المضارع نضيف حرف السين أو كلمة سوف على الفعل المضارع نريد الآن أن نتعرف على صيغ الفعل المضارع ما هو الفعل المضارع؟ كيف يبدأ الفعل المضارع؟ وهذا مراجعة لما أخذنا في أنواع الأفعال سنراجع الآن ما أخذنا في الدروس السابقة عن أنواع الفعل ذكرنا أن هناك ثلاثة أنواع للفعل فعل ماضي فعل مضارع فعل الأمر وذكرنا أن فعل المضارع يبدأ بأربعة أحرف إما يبدأ بحرف الألف كما في الكلمة أكتبوا أكتبوا عندما أتكلم أنا عن نفسي أكتبوا الدرسة أشرحوا الدرسة ألعبوا الكرة أصلي العشاءة يكون الفاعل أنا إذن أبدأ بحرف الألف في الفعل المضارع إذا كنت أنا الفاعل أرسم اللوحة أذهب لزيارة جدتي إذن هذه كلها أفعال مضارعة الفاعل فيها هو أنا نفس الشخص لذلك سيبدأ الفعل المضارع بحرف الألف أيضاً لدينا صيغة أخرى للفعل المضارع تبدأ بحرف اليا يلعبوا يلعبوا عندما يكون الفاعل مفرد مذكر فأقول يلعبوا أحمدوا بالكرة لا يصح أن أقول يلعبوا سارة بالكرة ستصبح جملة خاطئة لماذا؟ لأن يلعب اليا يستخدموا مع المفرد المذكر فأقول يلعبوا أحمدوا بالكرة يسافروا عمروا مع والدته طيب ترسموا لاحظوا فعل المضارع بدأ بالحرف تا باللون الأحمر تا ترسموا هنا الفاعل سيكون ماذا؟ سيكون مؤنثا فنقول ترسموا سارة اللوحة ترسموا سارة اللوحة إذن هذا فعل مضارع بدأ أيضا بحرف التا آخر صيغة للفعل المضارع نون نسافر نسافر إذا كان الفاعل مجموعة أشخاص يبدأ الفعل المضارع بحرف النون فنقول نسافر إلى مدينة مكة أي نسافر مجموعة أنا وأبي وأختي وأخي وأمي نكون مجموعة الفاعلون يكونون أكثر من اثنين فنقول نسافر طيب إذن لدينا أربع صيغ لفعل المضارع إذا بدأ بألف سيكون الفاعل هو أنا فأقول أكتب أنا أنا الفاعل أرسم أنا أنا الفاعل أشرح أنا الفاعل أنا من أقوم بهذا الفعل طيب ممكن أن تصيغون فعلا مضارعا يبدأ بحرف الألف أأكل أحسنتم ألعب أحسنتم أرسم أحسنتم هذه كلها أفعال مضارعة الفاعل فيها هو أنت هو أنا طيب طيب إذا كنت تريد أن أتكلم عن شخص آخر مثلا عمر يلعب بالكرة طيب إذا جاء بيسالني أين عمر أقول ماذا يلعب عمر بالكرة إذن أنا الآن يلعب بدأ بحرف الياء يلعب الفاعل من الفاعل عمر هو الذي يلعب إذن الفاعل مذكر ومفرد لذلك بدأنا فعل المضارع بحرف الياء طيب إذا قلنا تا ترسم أو هذا هو حرف التا سيكون الفاعل ماذا سيكون الفاعل مؤنثا فنقول ترسم هند اللوحة ما ينفع أقول ترسم عمر تصبح جملة خاطئة لماذا لأن الفعل خطأ لابد أن أستخدم حرف المضارع المناسب آخر فعل عندي أو آخر حرف مضارع عندي هنا نسافر نون نلعب نسافر نجمع طيب نتابع إذا كان الفاعلون مجموعة نتابع مباراة كرة القدم من هم الذين يتابعون مباراة كرة القدم أنا وأبي وأمي وأختي إذا مجموعة لذلك نستخدم حرف النوم طيب هذه الصيغ نستطيع أن نحولها إلى زمن المستقبل كيف طيب كيف نحول صيغة الفعل المضارع إلى زمن المستقبل لدينا الآن جملة فعل مضارع وشارك هذا فعل مضارع في المسابقة بدأ فعل المضارع بحرف الألف إذن الفاعل من هو أنا أشارك أنا في المسابقة أنا الفاعل كيف عرفنا أنني الفاعل لأن فعل المضارع بدأ بحرف الألف طيب أشارك طيب الآن نريد أن نحول هذه الجملة إلى زمن المستقبل تذكرون في بداية الدرس قلنا ماذا قلنا عندما نريد أن نحول الجملة إلى زمن المستقبل سنضيف لها حرف السين أو كلمة سوفا طيب الجملة الجديدة سأشارك في المسابقة إذن الآن أصبحت في جملة في زمن المستقبل هكذا نستطيع أن نصيغ جملا في زمن المستقبل أريد منكم في المنزل أن تتدربوا على هذه المهارة أدخلوا حرف السين أو كلمة سوفا على فعل مضارع حتى تنقلوه من الزمن الحاضر إلى زمن المستقبل حاولوا أن تخبروا أهلكم داخل المنزل بأفعال تريدون أن تفعلوها في الزمن المستقبل مثال سألعب كرة القدم مع أصدقائي بعد صلاة العصر هذه جملة في زمن المستقبل سوف نذهب إلى زيارة جدتي في نهاية الأسبوع أيضا هذه جملة في زمن المستقبل حاولوا أن تقوموا بتكوين جمل على نفس هذه الطريقة تمنى أن يكونوا استفدنا من الدرس قوموا بمراجعته في قناة عين في اليوتيوب لمزيد من تعلم المهارات بشكل جيد شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته